بحث السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع معالي سيد أبوان مهراني رئيس مجلس النواب الإندونيسي إمكانية تنظيم منتديات برلمانية داعمة لقضايا الدول العربية والإسلامية والدول النامية بشكل عام وأعرب العسومي عن استعداد البرلمان العربي لأن يكون شريكا في تنظيم هذه المنتديات مؤكدا دعم البرلمان لأجندة رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين خاصة ما يتعلق بالتعافي الاقتصادي المشترك من جائحة كورونا وتحقيق إدارة اقتصادية عالمية أقوى وأكثر شمولا واستدامة جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيسة مجلس النواب الإندونيسي على أهمش الجمعية الرابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وخلال اللقاء أعرب العسومي عن أهمية أن تكون هناك علاقة مؤسسية بين البرلمان العربي ومجلس النواب الإندونيسي تنظم مجالات وآليات التعاون بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر